بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلقد بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بعثه على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل فأخرج الله تعالى أخرج الله تعالى الناس بهذا النبي الكريم أخرجهم من الظلومات إلى النور من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الملك الديان وأبدلهم بهذا النبي الكريم بما كانوا عليه من الظلم والعدوان بالرحمة والإحسان ولهذا فحق رسولنا عليه الصلاة والسلام حقه علينا عظيم أولاً لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الصراط المستقيم والمنهج القويم وأخرجنا الله تعالى ببعثته من الظلومات إلى النور وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وثانياً أنه بلّغ البلاغ المبين امتثالاً لأمر الله تعالى في قوله يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته فما من شيء يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم إلا وقد بيّنه عليه الصلاة والسلام حتى قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلّب جناحيه في السماء إلا ذكّر لنا منه علمًا وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه لما سخر المشتكون بما ذكره لهم من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له قد علّمكم نبيّكم كل شيء حتى الخراءة يعني حتى أداب قضاء الحاجة قال أجل فقد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائض أو بول أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار الحديث فما من شيء يحتاجه الناس إلا وقد بيّنه ولا سيّما ما يتعلّق بالعقائد والعبادات وبيانه عليه الصلاة والسلام تارةً بقوله وتارةً بفعله وتارةً بالأمرين جميعًا فقد بيّن مثلاً الصلاة وصفتها بقوله كما في حديث المسي إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث وبين صفة الصلاة بفعله فإنه صلى وقال صلّوا كما رأيتموني أصلي وبين ذلك بالقول والفعل جمع بين القول والفعل فإنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر وكان إذا أراد أن يستود نزل فسجد وقال لأصحابه إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولذلك كانت محبته عليه الصلاة والسلام كانت أمراً واجباً على كل مؤمن ومؤمنة لا يتم الإيمان إلا بذلك وأسباب أو مقتضيات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أولاً محبته عليه الصلاة والسلام بأن تقدم محبته على محبة كل أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين من مقتضيات محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه فيما يأمر به لأن اتباعه وطاعته من طاعة الله قال الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول فطاعته ليست طاعة مستقلة وإنما هي من طاعة الله فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله ثالثاً من مقتضيات محبة النبي صلى الله عليه وسلم التأسي به لأنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومعنى أسوة أي قدوة وهذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لها معنيان المعنى الأول أن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم كله حسن بخلاف غيره فإن التأسي به قد يكون حسناً وقد يكون سيئاً ثانياً من معاني الآية أن نتأسى به بجميع ما جاءت به الشريعة عقيدةً وقولاً وفعلاً وتركاً فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه ويكون أيضاً بنهج منهجه وعلى هذا فقوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نقول لها معنيان المعنى الأول أن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم كله حسن وثانياً أيضاً أن التأسي به يكون بنهج طريقته عقيدةً وعبادةً فعلاً وقولاً وتركاً حتى الترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتأسى به ونتركه من مقتضيات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن شريعته بل الدفاع عنه في حياته وبعد مماته أما في حياته فأن تدافع عن شخصه الكريم وأما بعد وفاته فأن تدافع عن شرعه القويم ممن يريد أن يتهجم على هذه الشريعة أو أن ينفر الناس منها أو أن يريد الشبهات والشكوك فمن مقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدافع عن شريعته من مقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه عند ذكره تحقيقاً لقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً فأمرنا سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه وما معنى الصلاة أنت إذا قلت اللهم صل على محمد صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد تدعو الله تعالى أن يثني على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى فمن حقه علينا أن نصلي عليه وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه وقال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام وهذا شيء من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام علينا أنه إذا ذكر اسمه الشريف أن نصلي وأن نسلم عليه أولاً امتثالاً لأمر الله صلوا عليه وسلم وتسليماً ثانياً أيضاً امتثالاً لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث رغبنا في ذلك فقال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً من مقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تحكيم شريعته قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فنفى الله تعالى الإيمان في هذه الآية عن من لم يتحاكم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من مقتضيات محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نرد كل أمر حصل فيه النزاع إلى الله ورسوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر من مقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرص المؤمن على الاهتداء بهديه في جميع الأمور من عقائد وعبادات وعادات لأن كون الإنسان يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا عنوان ودليل على محبته عليه الصلاة والسلام ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا قدم الطعام وفيه الدباء يعني القرى كان يتتبع الدباء مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك وتتبع الدباء ليس من العبادات ولكن تتبع ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء ويتتبعها فكان أنس رضي الله عنه يتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك ويقتدي به هذه بعض مقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجمعها قول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واتشناب ما عنهنها وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا هو مقتضى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر فما أمر به فإنه يطاع لأن الله تعالى أمر بطاعته كما سبق وتصديقه فيما أخبر فما أخبر به من أمور الغيب في الماضي وفي المستقبل فإننا نصديقه بذلك واجتناب ما عنه نهى وزجر فما نهانا عنه فإننا نجتنبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وكذلك أيضا ما زجر عنه والفرق بين النهي والزجر أن الزجر أشد النهي أيضا أن لا يعبد الله إلا بما شرع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله عز وجل وهو الذي بيّن لنا شريعة الله تعالى فلولا بيانه عليه الصلاة والسلام لولا بيانه لنا صفة الصلاة لولا بيانه لنا أحكام الزكاة لولا بيانه لنا جميع الأحكام الشرعية لم نتمكن من معرفتها هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم لها آثار ونتائج حميدة في الدنيا والآخرة فمن ثمرات ونتائج وفوائد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا الحياة الطيبة قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنوحينه حياة طيبة فالإنسان إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه فإنه يهنى ويعيش حياة طيبة ثانيا من آثار ذلك محبة الله تعالى فإن محبة الله إنما تنال بمحبة رسوله واتباعه قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولهذا هذه الآية تسمى عند السلف بآية المحنة يعني الامتحان والاختبار كل يدعي محبة الله كل إنسان يقول أنا أحب الله أنا أحب الله لكن ما هو ما هي العلامة والبرهان والدليل على محبتك لله بيّلها الله تعالى في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والشأن كل الشأن أن يحبك الله لا أن تحب الله وهنا نقف قليلا لنبين ما أسباب نيل محبة الله تعالى محبة الله تعالى لنيلها أسباب منها ما ذكر في الآية وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته ومن أسباب نيل محبة الله تعالى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ثم بيّن ثمرة ذلك قال وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَا إِنْ استَعَاذَنِي لَأُعِذَنَّهُ فمن أعظم أسباب نيل محبة الله تعالى أن تحرص على التقرب إلى الله تعالى بالنوافل من صلاة وصيام وزكاة وعمرة وحج جميع أنواع التطوعات فإن التقرب إلى الله تعالى بالنوافل سبب لنيل محبة الله عز وجل ثانياً أيضاً من آثار وفوائد وثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون قد اتخذ قدوة وأسوة يتأسى به لأن الإنسان لا بد له من قدوة يقتدي به ولا بد له من أسوة يتأسى به وخير من يتأسى به هو نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثالثاً من آثار وفوائد وثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون معه حجة أمام الله أن يكون مع الإنسان حجة أمام الله تعالى يوم القيامة لأنك يوم القيامة لن تسأل عما قال فلان أو فلان لن تسأل عما قال الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو فلان أو فلان من الإمة وإنما ستسأل عما جاءت به الرسل قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فما موقفك أمام الله حينما يقول رسولي يقول لك كذا وأنت تخالفه إلى رأي فلان وفلان هذا لا ريب أنه من الخطأ العظيم لأن الذي يتأسى به ويكون قوله حجة وفعله حجة ويكون لك أمام الله تعالى حجة هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشكوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر انظر يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر وهما من هما هما أفضل هذه الأمة بعد نبيها فابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من يقدم قول غير الرسول ولو كان القائل أبا بكر وعمر قال أقول لكم رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ثم قال فليحذر الذين يخارفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد رحمه الله أتجريم الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك من فوائد وآثار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه أن الإنسان يتمكن من إقناع غيره فيما لو احتج عليه فأنت مثلا لو عملت عملا صفة في عبادة أو أي عمل ثم سألك سائل ما دليلك على هذا الفعل لو قلت هذا قد نص عليه الإمام أبي حنيفة أو نص عليه الشافعي أو أحمد أو مالك هذا ليس حجة لأن هؤلاء الأئمة على جلالة قدرهم ومكانتهم يحتج لهم لا يحتج بهم فأقوالهم ليست حجة ليس دليلا شرعيا أن تقول مثلا إن الإمام أحمد يقول كذا أو إن الإمام أبي حنيفة يقول كذا الحجة فيما قال الله وفيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت إذا اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام استمكنت من إقناع غيرك فلو احتج عليك محتج وأنت تفعل عبادة ما دليلك على هذا لقول دليلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو قال ذلك لكن لا تستطيع لو لم يقم معك الدليل لا تستطيع أن تقول إن الإمام فلان يقول ذلك أو إن الشيخ فلان يقول ذلك لأن أقوال الأئمة والشيوخ ليست حجة كل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتج لقوله ولا يحتج بقوله الحجة فيما قال الله وفيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم من فوائد وثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون في سيره إلى الله تعالى وسطا في دينه بين الغالي فيه والجافي عنه لأن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريقة المثلى وهي الطريق الحق طريق بين الغلو والجفاء لأن من الناس من غلى في دين الله ومن الناس من جفى في دين الله هناك من غلى وتجاوز الحد سواء كان ذلك في العبادات أم كان ذلك في المعاملات أم كان ذلك في العقائد لكن الطريق الخير طريق الخير هو أن يكون الإنسان وسطا في سيره إلى الله لا يغلو في دين الله بحيث يتجاوز الحد ولا يكون عنده جفاء بحيث يفرط في الواجبات وفي المأمورات من آثار وفوائد وثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كلما أقبل على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واقتدى به وتأسى به فإنه يكره البدع لأنه أيها الإخوة كما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك فلا يجتمع سنة وبدعة الإخلاص لا يمكن أن يجامع الشرك وكذلك أيضا السنة لا تجامع البدعة فمن آثار محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام أنك تكره البدع وأنك تنبذها لأن البدع شر عظيم وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وكان على منبره في كل جمعة يقول اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة ولكن ما هي البدعة ضابط البدعة الذين ينخرم هو أن البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع هذا هو ضابط البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهذا هو البدعة فمثلا إنسان صار يذكر الله تعالى على صفة معينة مثلا كل يوم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر مئة مرة أو مئتي مرة هنا تعبد لله عز وجل لكن هذه العبادة لم تريد بها الشرع إذن يكون بدعة سواء في أصل العبادة أم في وصفها فكونه مثلا يأتي بذكر من الأذكار ويحدد له زمنا معينا أو عجدا معينا هذا بدعة مثلا لو كان يقرأ كل صباح بعد الفجر سورة الصمد قلوا هو الله أحد يقرأها عشرين مرة ويواضب على ذلك لقولنا هذا بدعة أين الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك هل فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هل فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم إذن ماذا بعد الحق إلا الضلال فكل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع فإنه بدعة وكل بدعة ضلالة والبدع قد حذر الله تعالى منها قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولكن هنا سؤال وهو ما الفرق بين قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبين قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هل الحديثان بمعنى واحد أو لا الجواب أن بينهما فروقا واختلافا فإن قوله من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله مطلقا من غير نظر وأما قوله من أحدث في أمرنا فهذا يقتضي أن كل أمر محجث لا يرد بل ينظر فيه إن وافق الشرع قبل وإلا بوافق الشرع لم يقبل الفرق الثاني أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عام في كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله سواء أحدثه الإنسان بنفسه أم قلد به غيره بخلاف قوله من أحدث فإنه خاص بالمحدث دون المقلد هذا هو الفرق الثاني أن قوله من عمل عملا عام يشمل من عمل العمل محدثا محدثا له من نفسه أو قلد به غيره لكن قوله من أحدث في أمرنا هذا خاص بالمحدث دون المقلد الفرق الثالث أن قوله من عمل عملا خاص بالأعمال وقوله من أحدث في أمرنا عام يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات الفرق الرابع أن قوله من أحدث في أمرنا هذا خاص بالعبادات وأما قوله من عمل عملا فيشمل العبادات والمعاملات ولذلك المعاملات الفاسدة كالبيع الفاسد نقول هذا بيع مثلا لو باع بعد نداء الجمعة الثاني نقول هذا بيع فاسد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فيكون مردودا فلفظ من عمل يختص بالمعاملات بمعنى أن المعاملة الفاسدة تدخل في عموم قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن علينا أيها الإخوة أن نحذر من البدع والبدع جمع بدعة وهي كما سبق كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع البدع لها مفاسد عظيمة من مفاسدها أولا أن فيها تقدما بين يدي الله ورسوله وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ثانيا من مفاسد البدع أنها تتضمن تكذيبا ما دل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لأن المبتدع المبتدع مقتضى بدعته أنه مكذب لهذه الآية الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم الدين كامل لكن هذا المبتدع يقول لا بقي هذه البدعة حتى يكمل هذا من مفاسد البدع من مفاسد البدع أيضا أن المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع لأن التشريع إلى من إلى الله ورسوله قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به فالتشريع إلى الله فهذا المبتدع قد جعل نفسه شريكا مع الله وشريكا مع رسوله صلى الله عليه وسلم في التشريع رابعا من مفاسد البدع وهو من أشدها أن مقتضى البدعة أن مقتضى كل بدعة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك أن يكون إما أن يكون جاهلا أو كاتما للحق كل من ابتدع بدعة فمن لازم بدعته أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهل وإما أن يكون كاتما للحق ما وجه ذلك؟ نقول إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هذه البدعة من الشرع فقد وصف هذا المبتدع الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجهل وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولكنه لم يبلغ فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان أمران لا بد منهما في كل بدعة أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يكون جاهلاً وإما أن يكون كاتماً للحق متى يكون جاهلاً إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه البدعة أو أن هذا العمل من الشرع نعم أن هذا من الشرع ولكنه كتم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولم يبينها فقد كتم الحق ولم يبلغ وإن كان لا يعلم فهذا المبتدع يقول أعلم منه فالرسول عليه الصلاة والسلام بحسب بدعته يقول جاهلا وكلاهما لازم باطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بهذه الشريعة علمه الله تعالى علما ومن عليه به كما قال عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ونحن نشهد الله ورسوله وملائكته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وما يحتاج الناس إليه كل أمر يحتاج الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم وفي معاتهم وفي معادهم قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا الأمر من أعظم الآثار المترتبة على البدع وهو أن مضمون البدع ومقتضى البدع أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهلا وإما كاتما للحق من مفاسد البدع أيضا أنها سبب لتجرؤ الناس على شريعة الله فإذا ابتدع إنسان بدعة جاء الآخر وقال ما بال فلان يبتدع وأنا لا أبتدع فيبتدع ثم الآخر يبتدع ثم الآخر يبتدع حتى يتجرأ الناس على شريعة الله عز وجل من مفاسد البدع أيضا أنها سبب لتفرق الناس لتفرق هذه الأمة وتشتتها واختلافها وتنازعها فهذا يبتدع بدعة ويرى أنه هو الذي على الحق والآخر يبتدع بدعة ويرى أنه هو الذي على الحق وأن الأول على ضلال مبين فحينئذ يحصل في الأمة من التفرق والتشتت ما نهى الله تعالى عنه حيث ذم سبحانه وتعالى التفرق والتشتت وأمرنا أن نكون أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة من مفاسد البدع أيضا وآثارها السيئة أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة فتجد أن هؤلاء الذين يبتدعون البدع تجد أنهم يحرصون على البدع لكنهم يتركون ويدعون ما جاءت به السنة فإذا قال قال ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فلاه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة بعض أهل البدع يقول هذه بدعة لكنها بدعة حسنة هناك بدعة سيئة وبدعة حسنة والبدعة التي ابتدعتها واخترعتها ليست بدعة سيئة وإنما هي بدعة حسنة فالجواب أن البدع كلها ضلال وكلها سيئة وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة وتقسيم البدع إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة ليس له أصل من الشرع أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فالمراد بالسنة الحسنة هنا أحد أمور ثلاثة الأمر الأول ابتداء العمل من سن في الإسلام سنة حسنة أي ابتدأ العمل ويدل لذلك سبب الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه قوم من مضر قد أصابهم الفقر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليهم أمر الصحابة أن يتصدقوا عليهم فجاء أحد الصحابة ومعه سرة من دراهم قد أثقلت يديه فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة هذا الرجل يتصدق صاروا يتصدقون فقال من سن في الإسلام سنة حسنة هذا الرجل الذي وضع هذا المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ العمل فتأسى الناس به واقتدوا به فعلى هذا يقول من سن في الإسلام سنة حسنة أي ابتدأ عملا حسنا يقتد الناس به المعنى الثاني من معاني من سن في الإسلام سنة حسنة المراد بذلك السنة التي تركت واندثرت وماتت ثم أحياها فهناك سنة قد تندثر بين الناس هي ثابتة في السنة ولكن الناس هجروها وتركوها فماتت فيحييها ومن ذلك ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جمع الناس في صلاة التراويح فقد جمعهم على أبي بن كعب وتميم الدار وقال نعمة البدعة شف نعمة البدعة المراد بالبدعة هنا ليس اختراع وإحداث وإنما المراد بها إحياء سنة اندثرت وماتت المعنى الثالث من معاني من سن في الإسلام سنة حسنة أن يعمل وسيلة تكون مقصودة أن يعمل عملا يكون وسيلة إلى أمر مقصود وإن لم يقل له أصل من الشرى كتبوا بالعلم وتصنيف المصنفات العلماء رحمه الله صنفوا المصنفات في الفقه والحديث والأصول وغيرها قد يقول قائل هذه لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن موجودة في عهد الصحابة إذن هي بدعة فنقول هي وسيلة لتحصيل العلم الشرعي والوسائل لها أحكام المقاصد كذلك أيضا الجامعات افتتاح الجامعات والكليات الشرعية وغيرها وجعلها على مستويات معينة كل مستوى يدرس الإنسان فيه مناهج معينة ومقررات معينة قد يأتي الإنسان ويقول هذا من البدعة لم يكن في عهد الصحابة جامعات وكليات مستوى أول ومستوى ثاني واختبارات هذه الاختبارات بدعة نقول هي كلها وسائل لتحقيق غرض مقصود والوسائل لها أحكام المقاصد وهذه قاعدة مفيدة جداً وهي الوسائل لها أحكام المقاصد فوسائل الواجبات واجبة ووسائل المحرمات محرمة ووسائل المستحبات مستحبة ووسائل المقروهات مقروهة ووسائل المباحات مباحة ولهذا كل مباح كل أمر مباح تجري فيه الأحكام الخمسة أضرب مثالاً من ذلك البيع ما حكم البيع؟ نقول البيع من حيث الأصل جائز ما نقول يجب أن تبيع أو يجوز أن تبيع أو يكره أو يحرم هو جائز لكن قد يكون البيع والشراء واجباً وقد يكون مستحباً إلى آخر متى يكون البيع واجباً؟ إذا كان وسيلة لتحصيل أمر واجب إنسان حضر وقت الصلاة وليس معه ماء يتوضع به لكن هناك ماء يباع ما حكم شرائه لهذا الماء؟ يقول واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ثوب يستر به عورته يجب عليه أن يشتري الشراء هنا واجب مثال آخر إنسان أراد أن يشتري سيواكاً السيواك سنة ما حكم شرائه للسيواك؟ لقول الشراء سنة لأنه وسيلة إلى تحصيل سنة أراد أن يشتري أمراً محرماً من خمر ونحوه لقول الشراء هنا أو لأقل محرم لأنه وسيلة إلى أمر محرم وهكذا إذن كل مباح فتجري فيه الأحكام الخمسة والوسائل لها أحكام المقاصد وبهذا يتبين أن البدع كلها ضلال وكلها مخالفة للشريعة وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة بل البدع كلها سيئة وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فبينا أن معنى من سن في الإسلام سنة حسنة أن المراد أحد أمور ثلاثة من يقولها يتنشط تفضل نعم ابتداء العمل المراد من سن في الإسلام سنة حسنة ابتداء العمل بحيث أنه يبتدئ العمل فيقتدئ الناس به كما لو قلت مثلا من يتصدق على هذا الرجل الفقين فتوقف الناس ثم جاء شخص وتصدق فصار الناس يقتدون به نقول هذا ابتدأ عمل فسن سنة حسنة المعنى الثاني نعم نعم أن يوحي سنة اندثرت وهجرت هناك مثال الصلاة التراويح كانت مشروعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صلى بالصحابة عدة ليالي لكنه ترك ذلك خشية أن تفترض عليهم طيب معنى ثالث من معاني من سن في الإسلام سنة حسنة آخر واحد قلنا أن يعمل وسيلة ما يكون وسيلة إلى أمر مقصود وبهذا تبين أن البدع كلها سيء وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة نرجع إلى الأمر وهو أن من مقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كراهة الإنسان للبدع لأنه كما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك فلا يجتمع سنة وبدعة من آثار أيضا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبل على سنته بجميع أنواعها وجميع وجوهها السنة قد ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات معينة ومتنوعة وهي ما يعرف عند العلماء بالعبادات الواردة على وجوه متنوعة فمثلا أضرب أمثلة توضح ذلك دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح وردت أدعية متنوعة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك اللهم باعد بين خطاياي وجهت وجهي للذي فضر السماوات والأرض إلى غير ذلك السنة والأفضل أن لا يقتصر الإنسان على نوع واحد احرص على أن تحفظ جميع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة لأن هذا من تمام الاقتداء به فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا وقال هذا وقال هذا فأنت إذا اقتصرت على نوع فقد هجرت البقية فيحرص الإنسان على أن يأتي بالسنة على جميع وجوهها مثال آخر التكبير عند التحريم عند تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام وردت السنة بها على ثلاثة أوجه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر ثم يرفع يديه وتارة كان يرفع يديه ثم يكبر وتارة كان يقرن بين الرفع والتكبير كل هذا سنة فيسن لك أن تفعل هذا أولاً أن تكبر ثم ترفع يديك فتقول الله أكبر الثاني عكسها أن تقول الله أكبر ثم ترفع يديك الثالثة أن تقرن بينهما فتقول الله أكبر كل هذا جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أيضاً في التشهد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات متنوعة من ذلك أيضاً التسبيح أدبار الصلوات أغلب الناس بعد الصلاة يقول سبحان الله ثلاثاً وثلاثين الحمد لله الحمد لله ثلاثاً وثلاثين الله أكبر ثلاثاً وثلاثين ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قليل مع أن السنة وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات متنوعة فاحرص على أن تفعل هذا وهذا وهذا وسأبين بعض الفوائد فالتسبيح الوارد بعد الصلاة وردت به السنة على وجوه أربعة الوجه الأول أن يسبح الله ثلاثاً وثلاثين وأن يحمده ثلاثاً وثلاثين وأن يكبره ثلاثاً وثلاثين ويقول تماماً مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قليل الصفة الثانية أن يسبح الله ثلاثاً وثلاثين وأن يحمد الله ثلاثاً وثلاثين وأن يكبر الله أربعاً وثلاثين فالجميع مئة وهذا الذكر أيضاً هذا قد ورد في دعاء النوم الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة فالجميع مئة الصفة الرابعة أن يسبح الله عشراً وأن يحمده عشراً وأن يكبره عشراً يقول سبحان الله سبحان الله عشر مرات الحمد لله الحمد لله عشر مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشر مرات إذا حلست على الإتيان بجميع الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يسمى عند العلماء العبادات الواردة على وجوه المتنوعة إذا حلست على الإتيان بها فإن هذا له ثمرات وفوائد عظيمة منها أولاً الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن من تمام الاقتداء والتأسي به أن تفعل كما فعل ثانياً من فوائد ذلك حضور القلب وهي الأهم بعض الناس الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمد لكن إذا عودت نفسك الله أكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي الله أكبر وجهت وجهي الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك صار عندك حضور في القلب لا أن تفعل هذا تلقائياً أو أوتوماتيكياً ثالثاً من فوائد ذلك دفع السآمة والملل لأن الإنسان إذا لزم نوعاً واحداً قد يتصيبه السآمة والملل لكن إذا كان تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا فإنه يندفع عنه السآمة والملل رابعاً حفظ الشريعة لأن الإنسان إذا حفظ نوعاً واحداً نسي البقية لكن إذا كان يقول هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة لن ينسى إذا كنت في صلاة الفجر تدعو بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك في صلاة النور اللهم باعد بيني وبين خطاياي في صلاة العصر وجهت وجهي في كذا فإذا كنت تنوع حينئذ لا تنسى ما حفظته من السنة كذلك أيضاً التسبيح أيضاً من ثمرات ذلك أن هذا هو العدل أن هذا هو العدل فما دام أن السنة قد وردت بالجميع فمن العدل أن تأتي بهذا وأن تأتي بهذا وأن تأتي بهذا إذن لنحرص على الإتيان بالسنة على جميع وجوهها الواردة فكل سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عنه وصحت عنه فإننا في هذا الحال نأتي بها أيضاً مما وردت به السنة في ما يتعلق بصفة الصلاة التورك جلسات الصلاة ثلاث افتراش وتورك وتربع الجلسات المشروعة في الصلاة ثلاث افتراش وتورك وتربع الافتراش متى يكون؟ الافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في التشهد في الصلاة ذات التشهد الواحد يقول الإنسان مفترشاً بأن يجلس على رجله اليمنى بأن يجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى الجلسة الثالثة الثاني التورك والتورك والتورك متى يكون؟ نقول يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين انتبه للمحترزات التورك يكون في التشهد الأخير هذا واحد من الصلاة ذات التشهدين الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين فقولنا في التشهد الأخير احترازاً من الأول التشهد الأول يكون مفترشاً وقولنا الذي يعقبه سلام احترازاً من المسبوق فأنت مثلاً لو سبقت بركعة دخلت مع الإمام في الركعة الثانية الإمام إذا جلس للتشهد الأخير تورك الإمام أنت لا تتورك لماذا؟ نقول لأن تشهدك هذا لا يعقبه سلام لأنك ستقوم لقضاء ما فاتك من الصلاة ذات التشهدين احترازاً من الثنائية كالفجر والسنة التورك ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام على ثلاث صفات الصفة الأولى أن يخرج رجله اليسرى تحت ساقه أن يضع رجله اليسرى تحت ساقه وينصب اليمنى وهذه هي المشهورة والمعروفة الصفة الثانية أن يجعل رجله اليسرى بين فاقه وساقه ويفرش رجله اليمنى والصفة الثالثة أن يخرج رجليه كلتيهما عن يمينه كل هذا وردت به السنة فالإنسان يسن له أن يفعل هذا تاره وهذا تاره وهذا تاره لأجل أن يكون متأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على التأسي والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن أعظم ما يحفز الإنسان على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به بل ويكون سببا للين قلبه وصلاح قلبه أن يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة السيرة النبوية سبب لإقبالك ومحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم فإن سيرته فيها من المواعظ وفيها من التذكير وفيها من الأحكام الشرعية ما يقوم سببا لصلاح القلب واستقامته لأن من قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه نظرا أولا لما قام به من الجهاد في سبيل الله وثانيا لما حصل له من الإيذاء فقد أوذي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء قوليا وأوذي إيذاء فعليا كان يصلي تحت الكعبة آمنا مطمئنا فيأتي الأشقياء من قريش ويضعون سل الجزور على ظهره وهو ساجد من من يتحمل هذا لو أن واحدا مننا كان ساجدا فجاء إنسان ووضع منديلا أو شيئا متسخا لا أقام الدنيا وأقعدها فكيف بهذا الرسول والنبي الذي له المكانة والمنزلة عند الله تعالى وعند الناس ومع ذلك يحاولون إيذاءه ويحاولون الإقلال من شأنه وكانوا يجمعون الشوك يجمعون أشواك ويضعونها فيه عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام بل أعظم من ذلك هموا بقتله وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فهموا بقتله وأمر عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يلام في فراشه وخرج ووضع التراب على رؤوس أؤلاء الكفار ولم يشعروا به لما علموا به صاروا يتتبعون أثرا حتى أتوا إلى الغار فنجاه الله تبارك وتعالى حتى قال حتى لما حصل الخوف من أبي بكر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فقراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وما حصل في سيرته من الجهاد في سبيل الله ومن نشر شريعة الله ومن صبره على الأذى بل إن الله تعالى ينزل القرآن أحيانا تسرية له فمثلا في قوله تعالى وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ انظر الله تعالى يسلي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصُرُنَا وَلَا مُبَدِّرَ لِكَرِيمَةِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ فَقُلُّ مَنْ سَلَكَ هَذَا الطَّرِيْقِ يعني بيّن الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام أن كل من سلك هذا الطريق لا بد أن يتعرض للأذى فالرسل الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه أوذوا كما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بل إن الله تعالى أخبر عن بني إسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق فما أصاب الرسل الذين سبقوه سيصيبك بل أقول بعبارة أعم إن كل من سلك طريق الرسل في العلم والدعوة إلى الله تعالى لا بد أن يناله شيء من الأذى فهذا الإذاء ليس خاصاً بالرسل بل بالرسل وأتباعهم كل من دعا إلى الله دعوة حق وكل من أراد أن ينشر شريعة الله لا بد أن يتعرض للأذى الأذى القولي أو الأذى الفعلي إما بالوشاية به وإما بمحاولة تقرير شأنه وإما بوصفه بأوصاف حتى ينفر الناس منه هذا الرجل كذا وكذا أو هذا الرجل مخالف للشريعة أو هذا الرجل متنطع أو هذا الرجل متشدد حتى ينفر الناس منه لكن على الإنسان أن يصبر على ذلك لأن الذي يقوم مقام الرسل في نشر دين الله لا بد له من المصابرة يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا فلا بد من الصبر ولا بد من المصابرة والعاقبة للمتقين فمهما حصل للإنسان من الإيذاء ومهما حصل له من الاعتراض على دعوته وعلى ما يبث وعلى ما ينشره من شريعة الله فإن العاقبة الحميدة تكون له إذا أخلص لله عز وجل ومن تأمل في سير العلماء وجد ذلك الإمام أحمد رحمه الله لما حصلت فتنة خلق القرآن كان يضرب بالسياط بل يجر رحمه الله وعذب وأوذي وسجن لكن كانت العاقبة الحميدة له حتى صار إمام أهل السنة والجماعة ومن العجائب أن الإمام أحمد رحمه الله لما سجن كان معه رجل نسيت اسمه ذكرها الإمام أحمد رحمه الله كان معه رجل معروف بالسرقة يعني إنسان كثير السرقة وسجن نحو من سبعة عشر عاما فلما رأى الإمام أحمد قال الإمام أحمد يا أبا عبد الله اصبر اصبر أنا صبرت على الجلد سبعة عشرة سنة وأنا على باطل فما بالك لا تصبر وأنت على الحق يقول الإمام أحمد أنا جالس أصد صابر على الجلد والإذا مع أني مجرم سارق فكيف لا تصبر أنت وأنت على الحق كان الإمام أحمد يذكر ذلك يقول ما يعني ما اتعظت بموعظة أو ذكرى كفلان الذي كان معي في السجن فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على نشر دين الله تعالى وأن نصبر ونصابر ولكن ليكن لتكن دعوتنا ونشرنا لدين الله بالطرق الشرعية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذه الآية في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بيّن الله تعالى فيها أحوال المدعو أنت إذا أردت أن تدعو شخصا هذا الشخص لا يخلو من ثلاث حالات ذكرها الله تعالى في الآية بالحكمة هذا أولا فالشخص فالمدعو إما أن يكون عنده رغبة في الخير عنده إقبال ورغبة في الخير ولكنه جاهل ما يعرف حينئذ دعوته تكون بالبيان تقول لو احرص على الصلاة مع الجماعة احرص على السنن الراتبة احرص على قيام الليل احرص على صيام ثلاثة أيام وأيام البيض إلى آخره هذا بالحكمة الثاني الموعظة الحسنة وذلك فيما إذا كان عنده إقبال على الخير لكن عنده ما يصده عن إقباله على الخير إما من رفقة سيئة وإما من تثاقل وتكاسل فهذا دعوته تكون بأمرين الأمر الأول أن تبين له الخير والثاني أن تعظه ولهذا قال وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الموعظة لمن تكون لمن كان عنده إقبال ورغبة لكن عنده ما يثبته عن الإقبال على الخير الثالث من أحوال المدعو أن يكون المدعو عنده جدال ومعاندة ومجادلة فهذا يبين له ويوعظ ويجادل بحيث أنك إذا بيّنت له شيئا يقول لماذا كذا ما دليل كذا هل هذا كذا ونحوه فيجادل فهنا فهنا تبين وتعظه وتذكّره بصيرة فيما يدعو إليه هل هذا الذي تدعو إليه هل هو من شريعة الله أو لا ربما تدعو الناس إلى أمر يكون ليس من الشريعة مخالفا للشريعة فلابد أن يكون عندك ثانيا على بصيرة في حال المدعو وعلى بصيرة في الوسيلة التي توصل الدعوة